وهم مكانوا رفاقهم في هذا الحركة لأنهم يعرونهم يعرونهم أمام الناس لا تستطيع أن تقول هؤلاء هم أنصار النظام السابق الرجل كان سجين مع خالد سيليك مع أبراهيم الشيخ كانوا في زنزانة واحدة لا يستطيعون أن يقولوا للناس دي الكي زان يعني طبعا عندما أنت تشيطن أي فصيل سياسي بيكون عندك بعد ذا ظن بأنه أنت عندك المشروعية المطلقة لتمارس ضد هذا الفصيل كل شيء هنا في هذه الحالة الخوف الأول أنهم لا يستطيعون إيحالته للماضي وبالتالي يستفيدوا من حالة الشيطانة وينتهكوا حقوقه يعني بالكلية الشيء الثاني أنه معمر موسى يمثل خطابا جديدا وخطابا مستندا إلى شعارات التغيير نفسها وبالتالي هم مثل هذا الصوت يخشونه ويخافون منهم معمر جاي من الشباب شاب يعني يخاطب هذا الجيل يخاطب بمرجعية واضحة يستند على قيم واضحة وبالتالي هم يخشونه من معمر موسى أكثر من ما يخشونه من الدكتور نافع لنافع وخطر عليهم ولذلك أنا أفتكر أنه معمر محمد علي الجزولي كل هذه الأصوات هم يريدون إسكاتها إسكاتها الزج بهم في السجون ثم بعد ذلك يلفق لهم من القضاء ما يشاءون بمطلوب أنهم يظلوا في السجون إلى أطول وقت ممكن هم يشعرون حقيقة بخوف شديد أن الأمر لا يستطب لهم في الشارع أن الظروف لا تساعدهم أنه هم في حالة قلق من المستقبل وبالتالي لن يسمحوا الآلة معمر موسى تبقى مثل الوقائع الذي يقول أنه سجع القانونيين والله يا أخي مشينا البلاغ رفضوا قالوا والله التلفون يعني تظل مثل هذه مجرد وقائع لاستبقاء هؤلاء الناس داخل السجون لكن المطلوب إصمات هذا الصوت لأنه يشكل زعاج لهم وهم ما قادرين يضعوه في الخانة التي تسمح لهم بالقضاء عليه إعلامين وبشيطنته لا يستطيعون أن يمارسوا معه ما يمارسونهم على الآخرين من اتهامهم بالكوزنة وبالتبعي للنظام السابق الرجل لديه في تاريخه ما يقول بعكس هذا وهكذا أيضا محمد علم الجزول آخر الذين خرجوا من المعتقلات وبالتالي الاتنين ده الخطر عليهم وأي زول في هذا المدار يشكل خطر على مشروع قحت تحالف قحت والعسكر هذا التحالف الجهنم الذي يدير البلد الآن هم يشكلون خطرا عليهم ولذلك سيزجون بهم في السجون ويجعلون الناس كلنا نحن قاعدين في وقائع كل يوم والله ما شيئنا فتحوا البلاء قالوا لا أمشوا تعالوا زي محمد علي الجزولي شعلوا من المعتقلات والذلك معتقل سلمون تمكين يمشي يكوسوا البلاء وهكذا يخطو أكبر وقت ممكن داخل هذه المعتقلات ترجمة نانسي قنقر